بعد أن تسببت حرب الميليشيا بإغلاق مطارات صنعاء والحديدة وتعز أمام المسافرين يواجه مطار سيئون تحدياً آخر يتمثل بتوقف الرحلات الجوية فالمطار الذي يمثل شريان الحياة للآلاف من المواطنين والعالقين في مطارات العالم أصبح متوقفاً بسبب نفاذ الوقود الخاص بالطائرات وفق ما أكده مدير مطار سيئون وفي محاولة لمنع توقف مطار عدن عن استقبال الرحلات طالبت شركة النفط اليمنية شركة المصافي بسرعة تزويدها بالوقود الخاص بالطائرات تفادياً لإغلاق المطار الذي بات منفذ الوحيد للمواطنين بعد إغلاق مطار سيئون وكانت الخطوط الجوية اليمنية قد أكدت سعيها لإيجاد حلول مؤقتة للمشكلة من خلال تسهير رحلاتها عبر جيبوتي والتزويد بالوقود هناك مؤكدة أن هذا الإجراء لن يستمر في حالة عدم إيجاد حلول عاجلة من قبل شركة النفط بسبب التكاليف الباهظة حقيقةً في أزمة حصلت في الأسبوع الماضي والأيام هذه في وقود الطيران لكن نطمن إن شاء الله خلال اليومين القادمين بالأقصى حتى إلى ثلاثة أيام ستصل بتدخل الباخرة وزارة النفط على لسان نائبها سعيد الشمساني أكدت أن أزمة وقود الطائرات على وشك الانتهاء خلال الثلاثة الأيام المقبلة حيث قال الشمساني إن سفينة تحمل على متنها نحو خمسة آلاف طن من وقود الطائرات ستصل خلال أيام إلى عدن لتوفير احتياجات مطاري عدن وسيئون من الوقود ترجمة نانسي قنقر